كان هناك في الكويت رجل حارس ليلي مهنة عادية متواضعة في يوم من الأيام حصل على قطعة أرض ماذا صنع إحنا إذا نحصل قطعة أرض نفكر في الدنيا الفانية ولكن هذا الحارس الليلي فكر في الآخرة الباقية فأخذ هذه القطعة من الأرض ووقفها حسينية الآن إذا رحت إلى الكويت تجدون هذه الحسينية وهي حسينية جمدار الكل ذهبوا وانتهوا ولكن هذه الحسينية باقية وكانت هناك فتاة ورثت من أمها أرضا الكثيرات فكروا في الدنيا ولكن هذه الفتاة فكرت في الآخرة فوقفت تلك الأرض حسينية قال القضية يمكن قبل ثمانين عام أو أكثر الآن إذا ترحون إلى الكويت تجدون أن هذه الحسينية باقية وأن تلك الفتاة خلدت في هذه الدنيا لا في الآخرة فقط هذه التوفيقات ينبغي علينا أن نحاول الحصول عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يوفقنا جميعا لذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر